بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وسلم إخواني مهندسي شبكات شسكو في العالم العربي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحب فيكم أنا أخوكم حسن صالح مرشد في الفيديو 159 والخاص بتحديث منهج السي سي ني راوتينج سويتشينج 2225 شاهد تعلم واستمتع التصنيف والتعليم الكلاسيفيكيشن اند ماركينج الكلاسيفيكيشن هو عملية النظر إلى الباكيتز التي يتعامل معها الراوتر وتصنيفها مثل الفويس باكيتز الـ HTTP باكيتز الـ FTP باكيتز الـ TVTP باكيتز إلى آخره والماركينج وهو وضع علامة تميز كل نوع ترافيك عن الآخر وذلك لكي يتعرف عليها الراوتر بسهولة وبشكل مباشر تخيلوا معايا العملية كالتالي لدي مجموعة سناديق مغلقة وطبعا هذه السناديق المغلقة نستطيع تشبيهها بالباكيتز اللي بتمر في داخل الراوتر وكراوتر لا أعرف ما هي محتوياتها فأقوم بفتحها لمعرفة ما الذي يحتويه كل صندوق من هذه السناديق هذه هي عملية الـ Classification بعد ذلك عندما أقوم بإغلاق كل صندوق من هذه السناديق أقوم بوضع ملصق عليها يبين ما الذي يحتويه السندوق وبذلك لاحقا لن أضطر إلى فتح السناديق لإكتشاف ما فيها وإنما سوف أنظر إلى الملصق ومباشرة وبكل سهولة سوف أعرف ما الذي يحتويه كل صندوق علامة أننا أضع ملصق يبين ما الذي يحتويه كل صندوق هذا هو المقصود به الماركينغ التعليم وضع علامة نحتاج عملية الـ Classification وذلك لتصنيف كل نوع من أنواع الـ Traffic الموجودة لدينا في الشبكة وذلك بغرض تحديد إجراء مناسب لها لاحقا مثلا الفويس ترافيك عندها يجب أن نعطيها أعلى أولوية ليتم إرسالها بسرعة تون انتظار أو تأخير مثلا لدينا الـ HTTP Traffic نعطيه مقدار معين من الباندوث الخاص بالشبكة بعد أن نقوم بعمل الـ Classification وتحديد أنواع الـ Traffic لدينا في الشبكة وهذه أول خطوة نقوم بها في جودة الخدمة الـ Quality of Surface بعد ذلك نأتي لثاني خطوة إذن أول خطوة هي إيش الـ Classification واللي هي نحن نعرف إيش أنواع الـ Traffic اللي بيمر من خلال الـ Router الخطوة الثانية وهي الماركينج أي وضع علامة مميزة لكل نوع من أنواع الـ Traffic لكي تتعرف عليها الشبكة بسهولة بحيث في حالة أننا إن لم نقم بعمل الماركينج وطبقنا الـ Quality of Surface بدون أن نطبق عملية التعليم أو الماركينج فعندها سوف يضطر الـ Router والـ Switch بفتح كل باكت وفريم والنظر إليها لاكتشاف هل هي Voice Packet أو لا لما يجعل العملية مرهقة للراوتر والـ Switch وكذلك تستهلك وقت أما مع الماركينج فسوف يتم وضع علامة على الباكت هيدر أو على الفريم هيدر تبين أن هذه مطبق عليها جودة الخدمة Quality of Surface مما يجعل التعامل معها والتعرف عليها سهل سواء على الراوتر أو الـ Switch أفضل مكان لتطبيق عملية التعليم الماركينج هو أقرب جهاز للـ Source إن لم يكن الـ Source بنفسه مثلا لدينا الـ IP Phone زي ما احنا شايفين في داخل الشبكة والـ IP Phone متصل بـ Switch والـ Switch متصل بـ Router تخيلوا معايا الـ Router متصل بـ شبكة WAN والشبكة WAN متصلة بـ جهاز Router والـ Router متصل بـ Switch والـ Switch متصل بـ IP Phone تمام؟ طيب هنا فين هنطبق الماركينج؟ كقاعدة دائما نطبق الماركينج لأقرب جهاز للـ Source إن لم يكن الـ Source بنفسه فهنا لدينا في المثال لدينا IP Phone في داخل الشبكة عندها نجعل الـ IP Phone هو الذي تبدأ فيه عملية الماركينج إذا لم يكن الـ IP Phone مثلا يدعم الماركينج عندها نجعل الـ Switch المتصل بالـ IP Phone مباشرة هو الذي يقوم بعملية الماركينج إذا كان الـ Switch كنوعية لا تدعم الماركينج عندها نطبق الماركينج على جهاز الـ Router طيب طبعا نطبق الماركينج على جهاز الـ Router المتصل مباشرة مع جهاز الـ Switch إذن كل ما كانت عملية الماركينج تبدأ من الـ Source كان ذلك أفضل إذا لم يكن الـ Source يدعم ذلك عندها نطبق الماركينج على أقرب جهاز الـ Source وتسمى منطقة بداية الماركينج من الـ Source إلى الـ Destination فتسمى بـ Trust Boundary يعني لدينا المنطقة مثلا خلونا نتخيل إحنا نطبقنا الماركينج على الـ IP Phone المسار من الـ IP Phone على الـ Switch على الـ Router في داخل شبكة الوان على الـ Router Destination على الـ Switch Destination على الـ IP Phone Destination كل هذه بيطلق عليها الـ Trust Boundary طيب تخيلوا معي مثلا كان الـ IP Phone ما بيدعم والـ Switch فقط الروترات هي اللي بتدعم عملية الماركينج عندها المسار اللي رح يمشي من الـ Router الأول إلى شبكة الوان إلى الـ Router الثاني هذا المسار بيطلق عليه الـ Trust Boundary يوجد لدينا نوعين من الماركينج وهما خلنا ننتقل إلى أنواع الماركينج التعليم في الطبقة الثانية هذا النوع الأول layer 2 ماركينج والنوع الثاني التعليم في الطبقة الثالثة layer 3 ماركينج أو ماركينج layer 3 نبدأ بالـ layer 2 ماركينج ففي تقنية الـ Ethernet نستخدم طبعا لما نتكلم عن التعليم في داخل تقنية layer 2 عفواً أو في داخل طبقة layer 2 وقتا رح نتكلم عن التقنيات أو مكان تطبيق الماركينج في تقنيات الطبقة الثانية فلدينا تقنية الـ Ethernet حيث نطبق عملية الماركينج في داخل حقل خاص بالـ Ethernet Frame Header يسمى بـ COS وإنه هو اختصار لـ Class of Surface وفي تقنية الـ Frame Relay يتم استخدام حقل يسمى بـ DEPit طبعا هذا الحقل موجود في داخل Frame Relay Header أما في تقنية الـ ATM يتم استخدام الحقل CLP في داخل الموجود في الـ ATM Header لعملية الماركينج أما بالنسبة للـ MPLS يتم استخدام حقل الـ EXP الموجود في داخل الـ MPLS Header في عملية layer 2 ماركينج النوع الثاني من أنواع الماركينج وهو layer 3 ماركينج أو التعليم في الطبقة الثالثة في الطبقة الثالثة طبعا البروتوكول الذي يستخدم في الطبقة الثالثة هو بروتوكول الـ IP وبالتالي هو اللي راح نتكلم عنه ويوجد لدينا الطريقتين الطريقة الطريقتين في طريقة قديمة وطريقة جديدة الطريقة القديمة هي الـ IP Presidents والطريقة الجديدة اللي هي الـ DSCB وتعتبر الطريقة الجديدة هي الأكثر مرونة وكلاهما سواء كان سواء كان الطريقة القديمة اللي هي الـ IP Presidents أو الـ DSCB كلاهما بيستخدمان حقل موجود في الـ IP Header يسمى بـ TOS اللي هو Type of Surface وطبعا موجود في الـ IP Header خلونا نبدأ بالـ Layer Marking وفي هذا الفيديو هنركز على الـ Ethernet Frame Header اللي هو المتمثل في الـ COS Class of Surface طبعا حجمه اللي هو الـ COS هو ثلاثة بيت ومن الثلاثة بيت يوجد لدينا ثمانية قيم نبدأ بالأقل صعودا إلى الأعلى طيب الثلاثة القيم بتكون من اليمين إلى اليسار أول زير بيكون واحد اثنين أربعة ومن الثلاثة القيم بيظهر لنا ثلاثة عفوا ثمانية قيم من أساس ثلاثة بيت خلونا نبدأ فيها واحدة واحدة البت الأول اللي هو كله أصفار 0 0 0 بيساوي صفر وهو الـ Default وهو للـ Best Effort وهي تعني أنه لا يوجد أولوية لهذه الفريم وهذا طبعا الـ Default جميع الفريم إذا ما طبقنا الـ Quality of Surface والـ Marking جميع الفريم راح تكون متساوية وراح تكون الـ COS قيمته هو صفر Best Effort يعني لا يوجد أي تطبيق لـ Quality of Surface أو Marking القيمة الثانية 0 0 1 بتساوي 1 نحطين معي هنا مدام واحد احنا قلنا إيش من اليسار إلى اليمين 1 2 4 بتساوي 1 طيب قيمة الـ 1 وهي تعني أن هذه الفريم متوسطة الأولوية وتستخدم لإعطاء أولوية متوسطة للبيانات مثل التاتا بيس الـ HTTP الـ FTP إلى آخره رقم ثلاثة عندنا 0 1 0 بتساوي 2 لاحظوا معي هنا القيمة رقم 1 بتساوي كم؟ 2 الموجودة هنا وهي تعني أن هذه الفريم تحتوي على بريوريتي عالي للتاتا مثل التاتا بيس الـ HTTP الـ FTP إلى آخره إذن هذول الثلاثة القيم بتستخدم للبيانات الزيرو معناته أن هذه البيانات هي صاحبة أقل أولوية موجودة في الشبكة في عملية الإرسال الـ 1 بيساوي أولوية متوسطة للبيانات قيمتها 1 الـ 2 بتساوي يعني بريوريتي عالي في عملية الإرسال للبيانات للبيانات يعني تخيلوا معنا لو عندنا في الشبكة مثلا بيانات متنوعة في عملية الماركينج عندنا هنا فريمز قيمتها 0 أو قيمة class of surface هي 0 وبيانات الثانية قيمة class of surface هي 1 وفريم أخرى قيمة class of surface هي 2 هاي بريوريتي تاتا وذول الثلاثة الأنواع موجودين داخل السويتش عندها كيف حيكون تصرف السويتش؟ طبعا تصرفه راح يبدأ السويتش بإرسال صاحب أعلى بريوريتي للتاتا واللي هو رقم 2 ورح يوقف إرسال النوعين اللي هما 0 و 1 بعد أن ينتهي من إرسال جميع الفريمز الموجودة في 2 وقتها يبدأ بصاحب ثاني أعلى أولوية واللي هو قيمة class of surface تابعه 1 صاحب أولوية متوسطة لإرسال البيانات ويبدأ بإرسال الفريم الخاصة فيها بعد أن ينتهي من إرسالها بعد كده يذهب لصاحب أقل أولوية واللي هو صاحب أولوية معدومة ويقوم بعد ذلك بإرسال الفريمز الخاصة فيها طيب ننتقل الآن إلى القيمة الرابعة واللي هي 0 1 1 وبتساوي ثلاثة كيف جاءت القيمة ثلاثة؟ لأن إحنا قلنا من اليمين إلى اليسار لدينا الأول قيمة تساوي واحد وثاني قيمة بتساوي اثنين لو جمعنا واحد واثنين بتساوي كم؟ تساوي ثلاثة طيب ثلاثة فلما يكون class of surface قيمة ثلاثة فهي بتستخدم للcall signaling وهي تعني أن هذه الفريم تحتوي على باريورتي عالي للتاتا مثل عفوا مش باريورتي عالي للتاتا لا لا للcall signaling وهي تستخدم مع الcall signaling مثل طلب الرقم رقم رنين عند الاتصال به إلى آخر وفيما ما يتعلق بإشارات التليفون والفويس رقم خامسة أو القيمة الخامسة اللي هي واحد صفر صفر بتساوي كم؟ بتساوي أربعة سيما تكرنا هنا عندنا الأرقام اللي كتبناها واحد اثنين أربعة طيب القيمة أربعة وهي تستخدم مع مكالمات الفيديو والفيديو ستريم الفيديو ستريم اللي هو عرض الفيديو يعني تخيلوا معي مثل لو فيلم مثلا معين شغال في داخل الشبكة فوقتها رح يكون قيمة إرساله هي أربعة أو إذا كان في مكالمات صوت وصورة طيب القيمة السادسة اللي هي واحد صفر واحد طبعا أول واحد بيساوي في اليسار بيساوي أربعة وأخر واحد بيساوي واحد لو جمعناهم الاثنين بتكون القيمة بتساوي خمسة القيمة خمسة وهي تستخدم مع الفويس فريم طيب عندنا القيمة سبعة بتساوي ستة والقيمة ثمانية بتساوي سبعة كلاهما محجوزان إذا خمسة هي أعلى باريورتي للفريم والزيرو هي عدم وجود أولوية فلاحظوا معايا لو كان عندنا هنا مثلا فريم على منفذ السويتش متنوعة وجاءت الفريم اللي هي الخاصة بالفويس فريم وصاحبة الأولوية رقم خمسة عندها منفذ السويتش رح يوقف جميع إرسال البيانات ورح فقط يهتم بإرسال الفويس فريم لأنها هي صاحبة أعلى أولوية ولأنها طبعا ما بتستنى فيقوم مباشرة بإرسالها وعندما ينتهي من إرسال جميع الفويس فريم وقتها يلتفت لباقي الفريم الأخرى كلا حسب صاحب الأولوية الخاصة فيه كان هذه القيم الموجودة عندنا من زيرو لخمسة يعني عندنا ستة قيم هي اللي ممكن من خلالها بنستخدمها في إعطاء قيمة للفريم في داخل خانة الكلاس أوف سيرفس الموجودة في الإثرنت فريم هيدر والزيرو زي ما ذكرنا هو الديفولت يعني لا يوجد أي أولوية في عملية الإرسال طيب ننتقل إلى type of surface واللي هو عبارة عن حقل هذا الحقل موجود في داخل الإي بي هيدر من خلال هذا الحقل نستطيع أن نقوم بعملية التعليم الماركينج وحجم هذا الحقل هو ثمانية بت يعني ثمانية أصفار تمام عندنا نوعين أو طريقتين يتم استخدام فيهم الثمانية بت في حقل type of surface الطريقة الأولى وهي الطريقة القديمة واللي هي وهي بتستخدم فقط أول ثلاثة بت تمام والباقي ما لا علاقة فيه طيب وطريقة حساب أول ثلاثة بت هي نفسها الموجودة في class of surface نلقي عليها نظرة سريعة القيمة الأولى بتساوي صفر وهي للبيانات التي لا تحتوي أبدا على أي عملية أولوية في إرسال البيانات عندنا الرقم الثاني بتساوي واحد هذه القيمة بتعطى لي إعطاء أولوية متوسطة لإرسال البيانات عندنا القيمة الرقم ثلاثة اللي هي تساوي اثنين وهي إعطاء أولوية عالية للبيانات ليتم إرسالها رقم أربعة اللي هي القيمة ثلاثة وهي بتستخدم لي الكول سيجنالين وهي يعني زي ما نقول هي تستخدم لي مثل طلب رقم رنين لما نيتي نطلب إحنا مثلا آي بي فون ونتصل عليه وبيعطينا الصوت طبع الطلب هذا طبعا بيسمى بالإشارات الخاصة بالتليفون في الآي بي فون القيمة الخامسة بتساوي أربعة وهي بتستخدم لي مكالمات الفيديو ولي آآ الفيديو آآ لما بيتعرض داخل الشبكة أو يتم تشغيله في داخل الشبكة ورقم ستة بتساوي خمسة وهي تستخدم لي الفويس فريم وخمسة هي صاحب أعلى قيمة لآآ عفوا هنا مكتوب فويس فريم طبعا هنا غلط هتكون فويس بكت تماما فالفويس بكت راح تكون صاحبة القيمة رقم خمسة ليتم إرسالها إلى داخل الشبكة أو تكون صاحبة أولوية في إرسالها من خلال منفذ الراوتر لدينا إذن من صفر حتى خمسة يعني ستة قيم القيمة السابعة والقيمة الثامنة هي محجوزة ولا تستخدم في داخل الشبكات إذن زي ما احنا شايفين الطريقة القديمة اللي هي بتستخدم فقط أول ثلاثة من أصل ثمانية والبقية يعني تستخدم ثلاثة والخمسة البت الباقية لا تستخدمها وطريقة حسابها هي نفسها الموجودة في الكلاس أوف سيرفس اللي كانت موجودة في الإثرنت فريم هيدر طيب ننتقل إلى الطريقة الثانية واللي هي التي تعتبر مستخدمة بدلا من الإي بي بريزدنز واللي هي الدي اس سي بي يعمل الدي اس سي بي في داخل التايب أوف سيرفس تماما مثله مثل الإي بي بريزدنز ولكنه يستفيد من كامل حجم التايب أوف سيرفس بحيث أنه بيستخدم الثمانية بيت كاملة ويتميز عن الإي بي بريزدنز في أنها تستخدم زي ما قلنا كامل الثمانية بيت ويتمتق بحيث أنه يقسم الثمانية بيت إلى ثلاثة أقسام الأول ثلاثة بيت بيطلق عليها بير هوب بيهايفيورز أو ممكن يطلق عليها أيضا ميجور كلاس وهي تصنيف رئيسي للبكت وهي بنفس قيم من صفر حتى سبعة ستة وسبعة لا تستخدم ومن صفر حتى خمسة هي المستخدمة والصفر هو الذي لا يحتوي على أي أولوية في عملية الإرسال ورقم خمسة هو الفويس باكت اللي هي بتكون صاحبة أعلى أولوية في عملية الإرسال تمام ولكن الأسامي هنا راح تختلف فعندنا الديفولت اللي هو الصفر اللي بتكون خاص بالبست إفورت اي اف واحد بتكون قيمته واحد و اي اف واحد بيرمز لماذا للميديوم باريوريتي فور تادر القيمة المتوسطة لإرسال البيانات ال اي اف اثنين بيرمز للقيمة رقم اثنين وهي لأولوية عالية في عملية إرسال البيانات ال اي اف ثلاثة قيمته ثلاثة وهو بيرمز للإشارة الخاصة بالمكالمات ال اي اف اربعة بيساوي اربعة وهو وقية وهو يستخدم لإجراء مكالمات الفيديو وعرض الفيديو في داخل الشبكة هنا هنا في اختلاف اي اف ال اي اف بيتساوي كم خمسة وهي تستخدم للفويس طبعا انا مش عالف ليش معلقة على كلمة فريم هنا احنا بتتعامل مع مع ال اي بي يعني مع ال نتورك لاير لاير ثري فبالتالي بنقول بيتم استخدامها مع الفويس باكت اذا لاحظوا معايا اللي تغير بس الاسماء اما هي القيم نفسها الموجودة في الكلاس اوف سيرفس فبدل ما كنا نقول بيست افورت لا بنقول الديفولت بدل ما كنا نقول ميديوم باريوريتي فورتاتا بنقول اي اف وان بدل ما كنا بنقول الهاي باريوريتي فورتاتا بنقول اي اف اثنين بدل ما كنا نقول كول سيجنلينج بنقول اي اف ثلاثة بدل ما كنا نقول فيديو انت فيديو ستريم لا بنقول اي اف اربعة بدل ما كنا نقول فويس باكتز بنقول اي اف خمسة فقط اللي تغير لنا هو الأسامي أما أما كالقيام فهي موجودة طبعا وصاحب أعلى قيمة هو طبعا القيمة رقم 5 اللي هي ال EF الخاصة بالفرين طيب خلونا قبل ما ننتقل لل CS1 وال CS2 ونفهم مش هما ننتقل للثاني بت طبعا احنا أو ثاني قسم طبعا احنا قلنا انه هنا ال DSCB بيتميز عن ال IB Presidents بانه بيستخدم الثمانية بت كاملة تمام ويقوم بتقسيمه الى ثلاثة اقسام اول ثلاثة بت اللي هي بتعطي قيم نفس القيم الموجودة في عملية الماركينج الموجودة في ال layer 2 اللي بيستخدمها ال class of service واللي كان بيستخدمها ايضا ال IB Presidents وبيطلق عليها بير هوب بيهيفيورز او ايضا بيطلق عليها ال major class او يعني ال class الاساسي هنا القسم الثاني اللي هو ثاني ثلاثة بت وهو عبارة عن ثلاثة بت ويطلق عليه drop probability احتمالية الحث ويطلق عليها الماينور ايضا احتمالية الحث حيث من خلالها طبعا يتم استخدام اول اثنين بت اما الثالث فلا يستخدم وبحيث كيف تكون القيم بتكون القيم كالتالي حتكون ثلاثة قيم 0 1 1 0 1 1 اذا فقط رح يستخدم اول اثنين بت والاخيرة ما رح يستخدمها وراح تكون بالشكل التالي 0 1 1 0 1 1 طيب هنا بيرمز هذه القيم الى احتمالية حذف الباكت حيث انه في حال حصول ازدحام في الطابور فانه يتم حذف الباكت صاحب القيمة الاعلى في خانة drop probability احتمالية الحذف عند الحاجة الى حذف باكت من الطابور خلونا نتخيل معنا عندنا القيمة مثلا EF1 تمام وعندنا هنا مثلا زير واحد وعندنا بيانات بواحد زير واحد واحد وجاءت بيانات ومحتاجين الquality of surface محتاج انه يحذف بيانات من امام الصف الخاص الموجود امام الراوتر انترفيس فمين رح يحذف رح يحذف الباكت صاحبة القيمة واحد واحد ليش؟ لانها صاحبة اعلى قيمة في احتمالية حذفها من داخل الصف امام الانترفيس الخاص بالراوتر طيب واما القسم الثالث اللي هو flow control هو تحكم بعملية الارسال وان شاء الله رح نتكلم عنها لاحقا في فيديو لاحق اللي حنركز عليه في هذا الفيديو هما اول بت وعفوا اول قسم وثاني قسم اما ثالث قسم الآن حاليا يكفي انك تعرف انه بيتم استخدامه في عملية flow control او التحكم في عملية ارسال الباكتز طيب في الدي سي اس عفوا في الدي اس سي بي يوجد لدينا اربعة وستين قيمة وهذه ادت من ستة بايت عندنا اول ستة بايت لو عملنا سيسمو لو عملناهم مثلا لو جمعناهم يعني اربعة وستين بايت اوس اثنين راح نجمع واحد والاثنين والاربعة والثمانية والستاش والثنين والثلاثين فاكن هذه كنا نستخدمها في عملية السابنيتنج راح تطلع القيمة اربعة وستين وبالتالي ممكن يطلع لنا اربعة وستين قيمة ممكن نستخدمها في دي اس سي بي طيب واحد اي اف واحد اثنين اي اف واحد ثلاثة الواحد هذا معروف انه هو زيرو صح للبست افورت يعني البيانات التي لا يطبق عليها اي نوع من انواع الماركينج او اولوية في عملية الارسات طيب اما الثانية هذه الخانة الثانية واحد اثنين ثلاثة ايش معناها هي لاحتمالية الحذف فرقم واحد تعتبر الاقل في عملية الحذف رقم اثنين تعتبر متوسطة في عملية الحذف رقم ثلاثة هي صاحبة اعلى طريق اه 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 احتمالية للحذف تخيلوا معايا عندنا هنا صف تمام صف امام الانترفيس والفريم واقفة في داخل الصف وشاءت بيانات مهمة و فويس فريم ونريد تمريرها تمام وصاحبة اولوية عالية ونريد تمريرها فيضطر الى حذف فريم لكي يحرك الصف تمام طيب او يضع الفويس فريم بدالها فايش رح يسوي رح ينتخيلوا معايا زي ما تقولنا عندنا اي اف واحد واحد اي اف واحد اثنين اي اف واحد ثلاثة ايش رح يسوي رح يشوف صاحب اعلى احتمالية حذف يقوم بحذف عندنا رح يحذف جميع الفريم اللي تكون قيمتها واحد ثلاثة لان ثلاثة هي صاحبة اعلى قيمة في احتمالية الحذف تخيلوا معايا ايضا احتاج الوصول الى انه يقوم بعملية حذف لبيانات الفريم اضافية وقتها كيف هيتصرف رح يقوم بحذف ثاني صاحب اولوية في عملية حذفها اللي هي واحد اثنين بعدين واحد واحد يعني عملية الحذف رح تمشي بالترتيب من صاحب القيمة الاعلى الى صاحب القيمة المنخفضة عندنا الفف الثنين اللي هي وهي نفس الفكرة عندنا واحد واثنين وثلاثة يعني واحد صاحب اقل احتمالية حذف اثنين صاحب احتمالية حذف متوسطة رقم الثلاثة هو صاحب اعلى احتماليات حذف. عندنا هنا ايف ثلاثة نفس الفكرة اللي هي طبعا الايف ثلاثة اللي بتستخدم في الquesignaling في الاشارات الخاصة بالاتصال. عندنا ايف ثلاثة واحد اي اف ثلاثة اثنين ايف ثلاثة ثلاثة عندنا هنا القيمة الرقم اربعة اللي هي ايف اربعة اللي قيمتها بتكون خاصة بالفيديو والا Saint وال初 في داخل الشبكة. عندنا ايف واحد اي اف اثنين اي اف ثلاثة يعني اي اف يعني صاحب اقل احتمالية حث بعدين صاحب متوسط في صاحب قيمة متوسطة في عملية الحث وصاحب اعلى قيمة في عملية الحث بعد كده تيجينا القيمة الاخيرة اللي هي ال اي اف طيب لاحظوا ال اي اف معي كيف قيمتها واحد زير واحد افهمها انها بتعادل خمسة لكن ركزوا معي هنا واحد واحد صفر يعني كم بتساوي بتساوي ثلاثة طيب هنا عندنا سوال احنا قلنا ان صاحبة اعلى حث حيتم حثفها وهنا عندنا قيمة ال اي اف ثابتة خمسة ثلاثة وبالتالي هي صاحبة اعلى اولوية في عملية الارسال ولكنها في نفس الوقت نلاحظ انها صاحبة اعلى اولوية في انه يتم حثفها طيب ومع ذلك ال اي اف بتشد عن القاعدة هي الوحيدة اللي بتشد عن قاعدة قيم احتمالية الحث بحيث انها ابدا لن يتم حثفها ليش لان ال اي اف فتشد عن هذه القاعدة وذلك رغم انها تملك اعلى قيمة لامكانية الحث الا انها مع غير قابلة للحث لانها تابعة للفويس والذي يفترض ان تكون صاحب اعلى اولوية في الشبكة طيب فكذا انتم ما تتلخبطوش اي نعم هو حاصر على اعلى قيمة في عملية الحث الا انه فعليا لا يطبق ابدا ولا تحذف نهائيا لان صاحبة اعلى اولوية في عملية الارسال والراوتر فاهم الموضوع هذا بشكل جيد طيب بعد ان ننتهي من القيم ال اي اف ننتقل الى القيم اللي هي السي اس تمام اا نراحظ السي اس عندنا هنا سي اس اللي هو بيعادل واحد اللي هو اولوية متوسطة في عملية الارسال البيانات وعندنا هنا السي اس اثنين اللي هو بيعادل اولوية عالية في عملية حسنين اللي هو بلي سسمه اللي هو خاص بالاشارات الخاصة بعملية الاتصال وعندنا اللي هو السي اس اربعة خاص بالفيديو كال اللي هي مكالمات الفيديو وعرض الفيديو في داخل الشبكة وعندنا السي اس خمسة وهي صاحب اعلى اولوية واللي هي بتساوي خمسة وهي خاصة الفويس بكت هنا مفهوم فسلاحظوا معايا احتمالية الحذف كلها صفر فماذا يعني ذلك يعني ذلك أنها غير قابلة للحذف ولكن تكون ببريوريتي إرسال مختلفة مما يعطي الأعلى قيمة أولوية في الإرسال عن الأقل قيمة كانت هذه هي القيمة المتوفرة لدينا لاستخدامها ويتم تحديد قيمة دي اس سي بي بندوث معينة أو نوع من أنواع الترافيك معين بيتم تحديده من داخل البوليسي ماب رح ننتقل وناخذ مثال عليها عشان تبقى الصورة واضحة ننتقل لأخذ لمحة عن إعدادات دي اس سي بي كونفيجريشن طيب من على الراوتر في الكونفيجريشن مود ندخل الآن بطبعا كلاس ماب ويب نحن هنا بنعمل كلاس ماب نقوم بنشاها بعدين نقوم بتحديد بروتوكول الاش تي تي بي في داخل الكلاس ماب نحن بتطريقة هي عملنا كلاسي فيكيشن وحددناها بعد كده نخرج بعد كده ندخل على طبعا وما زلنا على الكونفيجريشن مود نحن لما خرجنا خرجنا من المود الفرعي الخاص بالكلاس ماب اللي هو الويب بعد كده ندخل على البوليسي ماب وهو لتحديد إجراء نحن عارفين البوليسي ماب هو لتحديد إجراء معين رح نتخذه على الكلاس ماب ونعطيها أي اسم مثلا ويب باندوث دائما يا شباب لما نحن نشتغل في داخل الراوترات والسويتشات دائما نحاول نحن نعطي أسامي تعبر عن نوع مثلا الـ عن نوع البوليسي ماب عن نوع الكلاس ماب ليش؟ لأن نحن لما نكون داخل الشبكات ونتعامل معها رح تتكاثر معنا الكلاس ماب رح تزيد معنا البوليسي ماب رح تزيد معنا الـ فكل ما كانت واضحة بأسامي واضحة تعبر عن وظيفتها رح تكون العملية سهلة بعدين لما نيجي نراجحها طيب بعد كده نحدد الكلاس ماب ونحدد مثلا له باندوث مثلا 20% إلى هنا هذه كلها أوامر احنا تكلمنا عليها سابقا ما في شيء جديد الأمر الجديد اللي رح نطبقه في داخل البوليسي ماب هو الأمر ست دي اس سي بي اي اف واحد ثلاثة بذلك نحن أعطينا الويب ترافيك قيمة متوسطة مع أعلى إمكانية حذف في حالة الحاجة لحذف بكتس من الطابور لتخفيف الزحام وتحريك الصف بعد كده نخرج نعمل اكزيت عشان نخرج من المود الخاص بالكلاس ماب بعد كده نعمل اكزيت عشان نخرج من البوليسي ماب بعد كده نروح نطبق ال 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 مع البوليسي ماب في داخل الانترفيس وبتسمى هذه العملية سيرفاس بوليسي فنخش على الانترفيس طبيعي زير واحد ونكتب الامر سيرفاس بوليسي مثلاً ونحدد انها كخروج اوتبوت ونعطي اسم البوليسي ماب اللي هو الويب باندوث خلونا طبعاً نلاحظ هنا ان البوليسي ماب الواحدة ممكن تحتوي على اجراءات كثيرة محدد تمام اجراءات كثيرة على كلاس معينة ممكن نطبقها وممكن نستفيد من البوليسي ماب الواحدة نحن نطبقها على اكثر من كلاس ماب طبقنا نوعين من الاجراءات اللي رح تتطبق على الكلاس ماب الاجراءة الاول احنا حددنا 20 ملبيه من الباندوث لصالح البيانات الخاصة بتصفح الانترنت اللي هي الويب وبعد كذا طبعاً اللي هي بتتبع بروتوكول الـ HTTP وبعد كذا ايضاً حددنا الماركينج الخاص بهذه الترافيك واللي هو الـ DSCB اعطينا قيمة رقم واحد يعني قيمة متوسطة في عملية ارسال البيانات وايضاً حددنا له قيمة رقم ثلاثة اللي هي قيمة عالية في حذف البيانات الى هنا نكون وصلنا لنهاية هذا الفيديو واللي اتمنى من الله سبحانه وتعالى ان يكون قد نال على اعجابكم واستحسانكم وحتى القاكم في الفيديو القادم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه كان معكم حسن مرشد من الشبكات الرقمية والسلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله